نعز به بأننا خلال عامين سنستطيع أن ننتقل إلى غد أفضل الواحد والعشرون من سبتمبر 2014 لم يكن مجرد يوم لبداية حرب يمنية جديدة فحسب بل كان يوما للعار الوطني بعد اجتياح ميليشي الحوثي عاصمة البلاد على بساط الطواطئ العسكري والسياسي سنعى خط أحمر قلنا ما سنعى والله همدان خط أحمر وصلوا الناس همدان سجدت العاصمة والأخ وزير اتفاع يقول ولا زال يقول إنه على مسافة واحدة من كل الناس وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف أخذوا المعسكرات ولا زال الأخ وزير اتفاع على مسافة واحدة من كل الناس تدخلوا وزارة اتفاع ولا زال الأخ وزير اتفاع على مسافة واحدة جلسوا فوق الكرسي حكي ولا زال يعني على مسابة واحدة من كل الناس تصوروا الناس فوق كرسي وزير الدفاع هتفت الأصوات منددة بالصمت المريب لهادي وقيادته العسكرية ذلك الصمت الذي أسلمت دولة ورقاب اليمنيين للميليشيا ساقطت العاصمة وصنعها لم يقول لنا رئيس الدولة أن هؤلاء ميليشيات لم يقول لنا وزير الدفاع أن هؤلاء يرتخبوا حباقات لم نسمع عهدا وقعنا على تساقية السلم والشركة يتذكر اليمنيون بكثير من الحصرة تلك اللحظات التي اجتاح الحوثيون صنعها بمساعدة حليفهم صالح والقوات الموالية له وحزبه الذي مهد لهم كل الطرق لإسقاط البلاد بالشراكة مع أطراف كثيرة محلية وإقليمية كانت الحرب المعلنة على الربيع العربي قد وجدت الحوثية أرضية مناسبة للانقضاض على حلم اليمنيين لم تسقط الجمهورية لكن اليمنيين فقدوا في يوم النكبة دولتهم ووحدتهم وكيانهم الوطني وسلمهم الاجتماعي خمس سنوات منذ تلك اللحظة السوداء مارس الحوثيون فيها القتل وتدمير المنازل ونهب ممتلكات الناس غيبوا الناس في السجون وقتلوا المواطنين الأبرياء تحت التعذيب وحرم اليمنيون من أبسط الخدمات لم تبقى جريمة إلا وارتكبتها ميليشي الحوثي بحق اليمنيين بعد سيطرتهم على السلطة وإحكام سلطتهم على مؤسسات الدولة يسعى الحوثيون للعمل بواتيرة عالية على اعتماد مفاهيم نظريتهم السياسية ذات الصبغة الدينية الطائفية كمرجعية للحكم في البلد وتكريس سلطة الميليشيا وجعلها قدرا لا يمكن الخروج عليه أو مواجهته يرافق كل ذلك عملية تجريف ثقافي وإعادة بناء للمجتمع وفقا لما تقتضيه مصلحة الجماعة وبما يهدد كل المنجزات التي ناضل اليمنيون من أجلها لعقود طويلة خمس سنوات من ذلك اليوم ورغم الحرب الطاحنة التي نهبت أرواح اليمنيين وجعلت بلادهم ركاما وأشلاء لم يتغير الحال بل ازداد المشهد سوءا فمن بداية هذه الحرب الكارثية لا تزال صنعاء والمحافظات ذات الكذافة السكانية تحت سلطة الميليشيا ولا مؤشر حتى اللحظة يؤكد أن نهاية هذا الكابوس باتت قريبة في ظل المستجدات التي تعاقد المشهد اليمنية كل يوم أكثر من سابقه تهى مشروع المقاومة الشعبية وتحول إلى عمل عسكري متحكم به من قبل الحكومة والتحالف وانقلب التحالف على الشرعية وانحرف عن أهدافه وتحول إلى مشروع مطامع بيد الدولتين الرئيسيتين السعودية والإمارات السلطة الشرعية اليوم عاجزة عن إدانة ما يتعرض له مسؤولوها ناهيكا عن الاعتراض عما يحاك للبلاد ومواجهته تقول الشواهد إن ميليشيا الحوث اليوم في وضع أفضل خصوصا مع تعاضم قدرتها العسكرية والتي باتت تستهدف بها عمق الأراضي السعودية هل بات المجتمع راضخا لسلطة الحوثي بعد كل الانتكاسات التي تعرض لها المشروع الوطني وهل بات حلم الخلاص من هذه السلطة الإجرامية المغرقة في التقليدية والتخلف حلما بعيدا لم يعد ينتظره أحد يبدو المشهد قاتما وغارقا في السواد